في الوقت الذي نفت فيه كوريا الشمالية صلتها بناقلة النفط التي كانت ترفع علمها أثناء تحميلها الخام الليبي من إقليم برقة أجل رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين خطة لمهاجمة الجماعات المسلحة التي تحاصر موانئ تصدير النفط شرقي البلاد وأمهل تلك الجماعات أسبوعين لتسليم أسلحتها طوعا أو مواجهة عمل عسكري ما زالت هوية ناقلة النفط مورنينج جلوري التي نجحت في شحن كميات كبيرة من الخام الليبي من ميناء صدر بإقليم برقة الثلاثاء الماضي مجهولة بعد أن نفت كوريا الشمالية اليوم ملكيتها للناقلة قائلة إن شركة مصرية مقرها بالإسكندرية تقوم بتشغيلها نافية أي علاقة بها وقد أفلتت ناقلة نفط ترفع على مكوريا الشمالية من محاولة القوات البحرية الليبية محاصرتها واحتجازها بعد أن رفقتها زوارق تابع لمسلحين يسيطرون على بعض المنشآت النفطية في البلاد وأدت تلك الحادثة إلى هروب رئيس الوزراء علي زيدان إلى ألمانيا منفاه القديم إبان عهد القذافي وتعيين وزير الدفاع مكانه بعد صدور مذكرة تحقيق على خلفية التهمات بالفساد فضلا عن فشله في السيطرة على ناقلة النفط الهارب فيما أصدر مكتب النائب العام بيانا المحفيه إلى احتمال اللجوء إلى الإنتربول للمطالبة بمثول رئيس الحكومة المخلوع أمام القضاء وحول قصة هروب زيدان أفادت معلومات أن رئيس الحكومة توجه إلى قاعدة معتقية الجوية تحت حماية كتيبة السواعق التابعة لثوار الزنتان وأقلع الطائرة إلى مالتا قبل استكمال رحلتها إلى ألمانيا محللون سياسيون يؤكدون أنه يصعب إلقاء القبض على زيدان لأنه خرج من البلاد دون أن يسجل مغادرته رسميا بالإضافة إلى أنه يحمل الجنسية الألمانية ما يسعب من عملية مطالبة به من جاة أخرى أعلن عبدالله الثاني وزير الدفاع رئيس الحكومة المؤقتة أنه سيبقي على تشكيلتها الحالية من دون تغيير بعدما عاد إليها خمسة وزراء تابعون لجماعة الإخوان المسلمين كانوا استقالوا منها في محاولة لإسقاطها في الثاني والعشرين من يناير الماضي